حيث قالت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا فقدت نحو 13 ألفا من جنودها خلال عملياتها العسكرية التي بدأتها فجر 24 فبراير شباط الماضي ضد أوكرانيا وأضحت رئاسة الأركان في بيان أن الجيش الأوكراني دمر 77 مقاتلة روسية وتسعين مروحية و389 دبابة وألفا ومائتين وتسع وأربعين مدرعة ومائة وخمسين مدفعية وأربعة وثلاثين نظام دفاع جوي منذ بادي الهجوم وأضاف البيان أن القوات الروسية فقدت أيضا ستمائة وسبعة عشر بل وسبع عشرة مركبة وثلاثة زوارق سريعة وستين عربة وقود وثماني طائرات بدون طيار في الرابع العشر من فبراير شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو تشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط ترمي الانضمام الأخيرة إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي كما تشترط والتزام كييف بالحيادة التام في الصراع بين روسيا والغرب